على الجزء تاني صفقات الان ده هي حديث الجميع وكل السوشل ميديا بتتكلم الفترة دي على الصفقات وكالعادة كل نادي عايز يجيب افضل صفقات خاصة الاهل والزمالك فريقين كبار فريقين بينفسوا على بطولات كتير بتنفس على الدوري بتنفس على كاز بتنفس على افراقيا فكل ده محتاج صفقات محتاج لعيبة تكون موجودة على الدكة نفس اللعيبة اللي موجودة في الملعب خلونا نبدأ كده موضوع الصفقات من عند نادي الزمالك والجلسات مستمرة بين كابتن حسين لابيب رئيس طبعا اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عشان يحسموا ملف الصفقات اللي هيتم التعاقد معاها في الصيف الحالي خاصة طبعا ان انتوا اكيد عارفين الزمالك محتاج صفقات كتيرة محتاج اكتر من مركز ويمكن اهمهم هو مركز خط الوسط يعني بعد رحيل فرجان الساسي ويمكن المركز ده شاغل بالكارتيرون واكيد كل اللي بيتابع كرة او كل اللي بيتفرج عارف ان دايما عند اي مدير فني اللي بيلعب تمانية ده لعيب مهم جدا لعيب هو حلقة الوسط بين كل الخطوط ما بين دفاع ما بين هجوم هو اللي بيحرق الدنيا فمن الطبيعي ان يبقى عندك لعب كبير ومش لعب واحد طبيعي ان يبقى عندك لعيب وبديل في حال حدوث اي حاجة اصابات لك قدر الله اي حاجة لازم يبقى عندك لعب واثنين عشان تقدر تصنع فرق في اي مباراة في كل المتشاط وخاصة في المتشاط المهمة والمتشاط الكبيرة اسامة كتير تم عرضها الحقيقة على نادي الزمالك في الفترة الاخيرة وكان المتصدر المشهد هو نبيل عماد دونجا نبيل عماد دونجا واحد من اللعيبة المتقلقة طبعا مع نادي بريمتز وكان منضم اكتر من مرة للمنتخب مصر والحقيقة بيقدي اداء كبير جدا وكان الزمالك عينه على دونجا من الموسم اللي فات لو تتذكروا حضراتكم كان فيه كلام كتير عن انضمام نبيل عماد دونجا لنادي الزمالك يمكن المفاوضات دلوقتي الرابط الرابط بالنسبة كبيرة جدا وممكن يكون دونجا موجود في نادي الزمالك لان انت هتستفيد من دونجا في حاجات كتير اوي دونجا طبعا بيلعب اه ممكن يكون نفس قريب من طريقة لعب طريق حامد بيلعب ستة اكتر ولكن وجوده في نادي الزمالك اضافة كبيرة جدا وده اللي رحب بيه كارتلون اكيد لما تيجي طيب عرض على مدير الفن لعيب زي دونجا اعتقد ان انت هترحب بيه بشكل كبير جدا لانه واحد من العيبة اللي بيقدي حقيقة اداء مميز جدا مع نادي بيرمتز احمد ايمان منصور مدافع بيرمتز برضو موجود في الحسبان موجود واتعرض على كارتلون عشان يكون بيدعم خط دفاع نادي الزمالك ورحب برضو بيه باتريس كارتلون وقال لهم تمام يعني لو هو موجود وحابب يكون موجود في نادي الزمالك فممكن يكون موجود بيدعم خط دفاع نادي الزمالك بالنسبة لحمد النقاز يمكن حمد شوية كان الكلام عليه كتير الفترة اللي فاتت وكان فيه شبه اجماع ان يكون اللعب بيرجع مرة تانية لصفوف نادي الزمالك المفاوضات تعطلت شوية بعد ما كارتلون الراجل اتكلم معاه والراجل اللي قالوله فيه حمد النقاز قالولهم لا احنا محتاجين او انا محتاج استمرار حمزة المسلوسي وتراجع شوية عن فكرة رحيله بعد ما كان حمزة المسلوسي يمكن ما كانش بيقدم مستوى جيد مع نادي الزمالك في الفترة الاولانية ولكن في الفترة الاخيرة اسبت نفسه اشتغل على نفسه والحقيقة بقى ليه شكل مختلف عن بداية الموسم من ساعة ما جاء نادي الزمالك كمان نادي الزمالك استقر على عودة مصطفى فتحي والحقيقة ما فيش اتنين يختلفوا عن عودة مصطفى فتحي لنادي الزمالك مرة تانية بعد ما اتقلقه طبعا نادي سموحه بشكل كبير جدا طيب خلونا نتكلم